لم تغير ولم تضف شيئاً على المشهد السياسي الداخلي علماً أن للكمة الروحية الإسلامية المسيحية أهمية كبيرة وعادة تكون كمة مميزة بمضمونها كما بشكلها ولكن تجنب المشاركين فيها التطرق إلى الاستحقاقات السياسية الخلافية جعلها كمة في الرتابة واقتصر المشهد على الطابع الفولوكلوري وبدأ زعماء الطوائف غير معنيين بما يقلق أبنائهم اللبنانيين فصح القول المأثور الرعيان في وادن والقطعان في وادي إذن لا مواقف حيال المحكمة الدولية ولا حيال التدعيات السلبية على لبنان ما لم يحترم الشرعية الدولية ولا أي موقف تجاه الأحداث في سوريا وكأن المطلوب اللقاء بالشكل وغض النظر عن المضمون وهكذا مرر كل طرف وبعبارات مدروسة جداً رسائله تجاه الآخر فمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أشار في كلمة الافتتاح إلى أن لا خوف على أحد من أحد لا في لبنان ولا في المنطقة العربية مؤكداً أننا نتعاهد اليوم مسلمين ومسيحيين على الأمن والأمان لبعضنا وأضاف أننا نعلم يقيناً بأن المسيحيين في لبنان هم دائماً على العهد مع أخوانهم المسلمين في لبنان وكذلك المسلمون ولكن ما أخرج الحدث عن رتبته هو النقل المباشر الذي تولته عن قصد أو غير قصد إذاعة الكرآن الكريم لمداخلة البطريارك مربشارة بطرس الراعي رغم تمني الملحقين الإعلاميين لكل من الراعي وكباني عدم تداول مصرح به الراعي لكن وسائل الإعلام تناولت الكلمة التي أوضح فيها مواقفه الباريسية وحمل فرنسا مسئولية جهس لاحز بالله إذ يمكنها أن تساهم في إزالة الذرائع التي يتحجج بها وهي تطبيق القرارات الدولية وتقوية الجيش اللبناني الراعي جدد تخوفه من تغيير النظام في سوريا الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية وإلى وصول منظمات أصولية إلى الحكم مستشهدا بالعراق حيث اندلعت حرب أهلية بين المسلمين وأدت إلى تهجير المسيحيين الاجتماع الذي وصفه كباني بغير العادي ويعقد في ظروف استثنائية تاريخية امتلأ البيان الصادر عنه بالعبارات الفتفاضة إن لبنان وطن الرسالة والعيش المشترك واحترام الحريات يبقى ويستمر بوحدة أبنائه وبإيمانهم به وبرسالته وبتضامنهم في مواجهة محاولات إثارة الفتن وباعتماد الحوار الهادئ والمباشر والصريح أساسا لحل المسائل الخلافية بعيدا عن التخاطب الاتهامي عبر وسائل الإعلام الحدث السياسي في مكان والكمة الروحية في مكان آخر إذ لم تضف أي جديد على الصورة الضبابية كما كان منتظر منها لبل زادت المواقف غموضا في وقت المطلوب فيه المزيد من الوضوح من دار الفتوى مايا سكر الاف تي في ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر